السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله نكمل الفيديو الثالث الخاص ب فيتامين بي اليوم ان شاء الله رح نتشع على فيتامين بي ثري او ما يسمى بالنياسين او النيكو تيماد تيناميد طبعا هذا يعتبر من الافتاملات الذعبة بالماء ويصنعه الجسم بنسب قليلة جدا إلا نتعرف على اهم الفوائد اللي يدخل بها فيتامين بي ثري يعتبر عبارة عن تكسي في آي بي بحيث انه له قدر على توصيل الدم الى جميع اطراف لدرجة انه تشعر بأحمراء الوجه والاطراف وعبارة الخدود موردة هذا تحس انه فيتامين بي ثري عندك ضمن نسبة الطبيعية ايضا من فواده انه يسرع من عملة الايض الغدائي يعني الاكل اللي تاكله المدخولي الغدائي اللي تاكله يتحول مباشرة او باقصة سرعة او باقصة كفاء الى طاقة ايضا يساهم في علاج القرقرينة او القرقري اللي يصاب به مرضى سكري بعد فترات من الارتفاع سكري بالدم او خصوصا الناس اللي يعفونا بدون معالجة ايضا يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي والجهاز الهضمي وايضا يساعد ايضا يعني له يعني في الشعر والجلد الاخري يزيد من الكوليسترول المفيد اللي هو ال HDL ويقلل من الكوليسترول الضار ال LDL الاقصى حد وهذا عن تجربة ستة يكون مفيد جدا لمرضى ارتفاع الضغط يعني فيتامين بي 3 يوسع او يفتح الوعدة مؤية الضيقة وبالتالي يسمح للدم بالمرور وتغذية جميع الأجزاء مفيد لمرضى السكري ومرضى القلب مفيد لمرضى المفاصل بشرط اخذ ما تحتاج اليه المفاصل يعني لما نكون بجرع حسب وصف الطبيب مفيد جدا لجمال البشرة بالاشتراك مع الكولاجين وفيتامين سي مفيد جدا للالتهابات حيث يعني يأخذ الكركم او الكركمين وبعده يأخذ النياسين سيكون مفيد جدا للالتهابات عامة بالجسم يعتبر من اهم منظفات الشرايين هو عبارة عن مضاد للجلطات ونوبات القلبية وسكتات دماغية مفيد للطنين الاذن حيث ان الاذن سوف تحصل على الدم الكافي باعتبار انه تكسي فياي بي ايضا يساعد على وصول الدم للاطراف السفلية مثل ما قلنا في النقطة الاولى وهو واحد من اهم الفيتامينات مفيدة للجلد على بشكل خاص وايضا يدخل في اكثر من 400 عملية حيوية بالجسم ومفيد لمنع الطفرات التي تسبب السرطانات ويحمي الحموض النووي صراحة الى فحص خاص لكن غالي جدا وغير موجود في العراق موجود ممكن في غير دول فبصراحة معرفة النسبة الطبيعية لهذه الفيتاميين عموما انه ممكن اسباب ان الخفاض تندرج تحت الاحتمالات الاتية عندما يكون نظامك الصحي غير نظامك الغذائي غير صحي بحيث تتناول الكاربوهدرات العالية مثل الخبوز والأرز او العيش او التمن ايضا كثرة تتناول السكريات والمشروبات الغازية كافة بجميع انواحها وادواقها عادة يعني بالنسبة الاشخاص اللي يشربون الخمور او الكحوليات ايضا سرعتهم منقص في فيتامين بي ثري او قد تكون هناك عندك مشكلة سوء امتصاص في الامعام خصوصا اذا كان عندك تمساك او انتفاخ او قلون عصبي او يعني امراض اخرى الخاصة بالجهاز الهضمي الان اتعرف على اهم اعراض ضغص في فيتامين بي ثري هناك اعراض محتملة هناك اعراض اكيدة قد توجد خطوط عريضة اوفقية عريضة بالاضافر تشقق للشفاء الثعلبة اللي هو تساقط جزء من الشعار اممكن خفقان او تسارع بضربات القلب وايضا احد الاسباب المشتركة في ظهور العروق العنكبوتية في الارجل اما اهم الاعراض الاكيدة فهو ما يندرج تحت مرض جلدي خصوصا تشقق القدمين او الكعبين خصوصا عند كبار السن او ذوي السمنة وايضا تشقق الجلد وخشونة الجلد خصوصا في الكعب ايضا الحساسية اتجاه الضوء او ما يسمى بمرض الحصاف وهو حالة جلدية نادرة للغاية حيث يعاني الجلد من حساسية غير تبعية الاشعة الشمس طبعا هذا يعتبر معديا او خطيرا او ويسمى الحصاف بآفة القفازات او الجوارب وهو عبارة عن تهيج حاد متقشر على الجلد والقدمين او حتى الظهر ايضا الاشخاص اللي اعتم دوخة عند الحرق المفاجئة اذا كان جالس ويقوم بشكل سريع ممكن تحصل لدوخة ايضا احد الاسباب المشترك بها هو نقص فيتامين بي 3 ايضا بالنسبة للشخص وعلى جانب نفسي رغبة في العراك والشجار ممكن لسانه يكون اسمر ينزعج من اتفهل الاسباب يعني عصبي سريعين فعال لديه حساسية من الروائح محددة عنده هوس عقلي ايضا ممكن يشترك في حب الشباب وممكن ايضا يشترك في سواد المناطق الحساسة اما اهم الأمراض التي تحصل بسبب نقص فيتامين بي 3 اللي هو مرض البلاقرا مثل ما قلنا الحصاف وايضا ممكن الفصام الشخصي منها مصادر فيتامين بي 3 في الطبيعة وفي الاكل لحوم الحيوانات الدجاج البقر افوغادو الجزار الارز البني كبدة العجل يعني كبدة البقر او كبدة الدجاج الخميرة الغدائية الشوفان البطاطا الفطر اللبن الموز البازلا السمك ديك الرومي والعدس في حال اخذ جرع عالية من فيتامين بي 3 او نياسين عن طريق مكملة غدائية فممكن ان تسبب تلايف او سموية الكبد طبعا اذا تنخذ جرعات عالية لمدة طويلة ممكن تسبب ان القرحة في الجاس العظمي الهضمي او اسهال او مغاس ممكن ان يخفض ضغط الدم مثل ما احنا قلنا مفيد لارتفاع ضغط الدم ويوسع شراين ايضا ممكن قد تحصل مشاكل في المرارة لكن اكيد يؤخذ باعتدال وضمن جرع معقولة ايضا ممكن يسبب ان مشاكل في الغداء الدراقية وايضا يساهم في مراض النقرص الحاجة اليومية للذكور هي 16 ميلي جرام 16 ميلي جرام وبنسبة للنساء البالغة دغير الحوامل 14 ميلي جرام وقد تزيد النسبة بالنسبة للحوامل بشيء بسيط ملاحظات عامة ملاحظة رقم واحدة اذا اخذت جرعة وظهرت لديك حكة او حمى او حمرارة بالجلد فهذا يعني انك اخذت جرعة الكافية فلا تاخذ اكثر من هذه الجرعة بالنسبة لمكملات النياسين هي عبارة عن نوعين النياسين مع فلاش هذا هو عبارة عن منظف للشرايين ويفضل ان يأخذ قبل النوم حيث ينفع للقلب والكلسترول اما النياسين بدون فلاش وهذا الاسم العلمي هذا ينفع مشاكل الجلد تمام يفضل انه ناخذ المكمل قبل وجبة الافطار ويفضل ان يأخذ النياسين قبل المكملات لانه راح يخلي الدم يوصل الى جميع الاطراف وبالتالي ممكن ناخذ بعد ما ناخذ النياسين في وجبة الافطار ناخذ الادوية الاخرى حسب حالتك المرضية حتى توصلها وتسهل امرها وتوصل بأكثر فعالية ايضا يفضل ان يأخذ النياسين قبل الاسبرين لانه الاسبرين راح يوقف عملية الفلاشنج او التنظيف اللي يسويها النياسين اعلى جرعة مسموح بها 500 ميلي جرام لمشاكل الجلد و 2 الى 2 وص جرام لمشاكل القلب والكلسترول فهذه اهم المعلومات حسب رقم الاصدار مثل ما يشوفون رقم الاصدار 3.6 ممكن تطاير هذه المعلومات ممكن تصحح تنحذف تنظاف العلم في التطور ان شاء الله هذه اغلب المعلومات الخاصة بفيتامين B3 او نياسين